أقول لكل خائف مرتعش مرتبك أن تصيبه هذه الجائحة التي أصابت كل العالم بالظهر أقول لكل مسلم موحد أنت عبد لله والله عز وجل له ملك السماوات والأرض ورب العباد سبحانه وتعالى أعطاك مساحة في الأسباب خذ بها يعني خذ بالأسباب وبالوقاية وبوضع الكمامة إذا قال للعلماء هذا وخذ الأمور المعينة الطبية هذه أسباب ليست هي المانعة المعطي والمانع إنما هو الله أنت عندك صيدلية ضخمة قوية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عندما يصبح وعندما يمسي ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم الله عز وجل لن بإذن الله رب العالمين يصيبه يعني شيء من أمور الدنيا قال ربنا وهو علي هين الأمور كلها هينة على الله لو كانت الدنيا تسوي الجنحة بعوضة ما سخب الكافرة منها جرعة أماء فبنك بفيروس سبحان الله العظيم يعني لا يرى بالعين المجردة أنت بالله أقوى الكائنات وبغير الله لا قيمة لنا في هذه الحياة أحبتي لا تخاف ولا تخلق ولا تتردد وكن مع الله يكون الله معك